إمتى حالة التواهين تبتدي تمشي من حياة الست أو من حياة الشخص الإنسان ويخش معها حالة التوازن؟ إحنا قلنا أن مجالات الحياة ستة مصبوط لازم يدي من وقته لكل واحد من دول من الست مجالات ويوزنوا على حدا في حد ذاته وده بياخد وقت يعني خلي بقالك أن احنا بنقوله ده مش حباية بتتبلع فأبقى تمام فمفيش فكرة الحباية دي مش موجودة ده مشوار حياة لازم اللي بيسمعوني يعرفه ده مفيش حباية حتتبلع فاك أحبقى إنسان جديد فاك أحبقى نجحة في شغلي فاك أحبقى نجحة في علاقاتي ده مش موجود ما كانش حد هلو أشتغل عليه إزاي؟ هو مشوار حياة لازم تبتديه بنفسك أول حاجة أعرفي نفسك تاني حاجة أعرفي الشغف بتاعك مفيش حاجة مفيش حد ما عندوش passion صح كلمة passion موجودة عندنا كلنا صح لكن ده مش معناه إن كل الناس عارفة passion بتاعتها أديكي مثل لو عرفتي passion بتاعتك كل حاجة في حياتك هتريفولف هتدور حوالين passion دي يعني مثلا لو عندي حد زيك بيحب إعلام بيحب المرأة وييمباور المرأة وبيحب creativity ده يطلع عبوزي على شطرة جدا هو عبارة عن إيه اللي حصل ده؟ عبارة عن حد بيحب creativity دايرة تخلي اللي حوله ليك ده تلات دوائر داخلين في بعض واحدة اسمها creativity اللي هو الإبداع الإبداع واحدة اسمها دعم المرأة empowering woman والتالتة اسمها الإعلام أنا واحدة عندي interest في التلات حاجات دول لو لو لقيت سيناريو أعمل فيه التلات حاجات دول دي اسمها passion عارفة ليه؟ لأن حبك للتلاتة حضي فيه لبعضه الـ center point بتاعت التلات دوائر دول هي اللي اسمها الـ passion ده الشغف أدعمه بفكرة العلاقات اللي حضرتك قلت عليها علشان أعرف أوصل أن أنا أكون موجودة على شاشة مية فيلمات على قناة إيه بيزيوني ولو بسيطي ليكي أنت هتلاقي أن أنت عندك تلات حاجات دول تحب الإعلام تحب الدعام المرأة بتحب الـ creativity 100% تبوت هيه بس هيه بس بس ولما يخلعش حد زيك كده لازم يكون عنده دي مقاومات مزيعة نكحة بالشكل ده في برنامج زي ده خدت بالك إزاي تعني ناخد مثل تاني ده مثل حي مثلا برضو أنا بعرف حد من الناس كده يشتغلوا معايا البنت دي بتحب السفر بتحب الرأس قوي وتحب التصوير لما أنا ندرس هيه بتحب إيه عرفتني هي بتحب التلاتة دول هتنوم مع بعض التلاتة بتنا ندور إيه السيناريو اللي لو عملته ياخد التلاتة دول مع بعض إيه بقى تلعت إيه تلع إن هي دلوقتي بتسافر تصور فولكلوريك دانسينج في العالم كله وبتعمل معارض وبتبيع السور ده ما كانش بيحصل في حياتها بس لما اكتشفت إن هي بتعشق التصوير وبتعشق السفر وبتعشق الرأس في بلد ما عندهش فولكلور بتاعها رأسها الشخصي أفريقيا ومصر رأس الشعبي بتاعنا البلدي الهندي التانجو الأرجنتيني جنوب أمريكا السلسة والمامبو والكل الكلام ده فكمية الرأس في العالم بالهابل البنت دي لقيت إيه إن هو ده اللي هي عايزات لما أنا بسافر أصور الرأس ببعسعة إنسانة في العالم ده اسمه سيناريا ولازم يكونوا تلات دوائر مفضل يبقوا تلاتة أقول كزي نعملها وممكن الناس كلها سمعنا عملنا أوكي هات وراء وقلم اكتبي عشر حاجات بتحبيهم جدا عشر حاجات ده نركز بقى جدا في اللي حيتقال دلوقتي عشر حاجات بحبهم جدا بحب باسكت بحب الميكاب بحب هندسة بحب ديزاين واتفر عشر حاجات أوكي قلصيهم لتلاتة عن طريق إلغاء كل ما هو بتحبيه نص ونص هيفضلك تلاتة بتعشقيهم حطيهم في تلات دوائر هم تلات دوائر دول خلاص وهو ده مستقبل لا هو ده الباشن بتاعتك لو عرفت يتخلي مستقبلك حوالين ده عندك مستقبل سعيد يبقى أنا كده تانكيو دي أسهل طريقة في الدنيا عشر حاجات بتحبيهم هتكتبيهم على ورقة وانتي حاببسي في الورقة كده هتبتيت قولي إن الهندسة مش مهمة والمش عارفة إيه مش مهم والإيه مش مهم وإيه مش مهم حيطلع تلات حاجات هيفضل تلات حاجات التلات حاجات دول هم هيبقوا تلات دوائر اللي هي بداية حياتك ممكن تكون بداية حياتك الحقيقية ويكون آخر التوهان اللي ستات أو بنات كتير قوي وصلوا أنا ما شفتش حد عمل الإجزرسايز ده مظبوط وتنفزه وتعيس أنا بقولك أنا ما شفتش مفيش حد عمل ده وعاش بيه إلا ومختلف إنسان مختلف عارف بيعمل إيه بيحب يصحى الصبح بيحب المال بيهبت روح عشان ينزل مش بيقره إنه ينزل عشان يروح شغله لأ بيحب ينزل ده نوع بنيادمين جميل جدا لو قابلتيه بيتحبين هو بيبقى سعيد في الحاجة اللي بيعملها وكمان ناجح طيب أنا كوحدة ست وصلت لده خلاص أو كبنت وصلت لده وعرفت الشغف بتاعي وعرفت ابتدي منين ووصلت بتاع الدواير والدنيا تمام معي لكن عندي عامل خارجي عندي أبويا يصرف علي عندي جوزي عندي عامل أي كان ضد ده أعمل إيه؟ ما فيش حباز حرية ما عندي كيش غير جراءتك أعمل إيه؟ ما عندي كيش غير جراءتك جراءتك؟ يعني حتوقفي قدام أي عائق يعوقك من أنك تمشي حياتك بالأسلوب اللي أنت عايزاه وأي حد حيقولك كدير كده حيبقى عايز يعني حوز إعجاب الجماهي معيش فلوس عندي مشكلة مع والدي وهو مصمم أن أنا أبعد تماما عندي أتاة دواير دور جوزي بيقولي لأ أو معندي إيه ستات تعمل كذا وبتاع أمي جراني شغلي ما عندي كيش أوبشنز يجب أن تأخذوا الريسك كل اللي خدوا الريسك نجحوا اللي مشوا جنب الحيط دول استرياحوا بس بس ما فيش سعادة بالمعنى المفهوم لأن السعادة اكتشفوا أن هي بتيجي من الحرب مع الحياة وأن أكسب الحرب ما فيش ده في المشي جنب الحيط ما فيش في اسمها أمان أمان حاجة والسعادة حاجة اختريلك بقى سكة يعني حضرتك دلوقتي بتقول أنه الأمان حاجة والسعادة حاجة السعادة عايزة فايت عايزة جراءة عايزة إقدام عايزة محارب عايز فايتر بنت فايتر كنتي بيالك إزاي عايز تبقي ميك أب أرتست ما فيش عجل اسمها تبقي حاجة تانية للميك أب أرتست تبقي ميك أب أرتست طب وأبوي اللي صرف علي في التعليم قد كده علشان أطلع سفيرة وخطيبي اللي بيقول لي يعني إيه أنا مراتي تبقى ميك أب أرتست إن شاء الله وتحطي أنا هقولها كده زي ما بسمعها أرتست يعني بيتريع عليهم كده مع أنها مهنة محترمة يعني لوراهم إحنا ما كدناش هنطلع بهذا الشكل وده عكسك وتروح تعملي الفنان ولا فنانة وتروحي الساعة مش عارفة كام كل دي مع وقات بحالك بتقول أنا حكسر كل الحواجز لو عايزة تعيشي الحياة اللي بتجيب سعادة ونجاح وابسخ خطبتي لا مش حينفع تبقيه بالدرجات بس لازم تبتدي تشوفي ازاي هقدر أفهمي لقدامي أفهمي لقدامي أنه الموضوع مش كده يا فندم معرفتش أقناع خطيبي أنه أنا حشتغل ميك أب أرتست ليكي الاختيار مفيش بلاك أند واي داز نوت اكزيست الابياد والس وده مش موجودين يا ميك أب أرتست يا خطيبي مفيه في النص أحمر وابيض خلاص معرفتش لايه الاختيار ترجمة نانسي قنقر